التسلية بالأكل هي أكبر المصايبة اللي عم نواجهها عم تخلى وزن نايزيت وغير قلة للحركة والقاعدة على التلفزيون والتليفون طول اليوم عالقافي بما أنه بهالفترة في حجر صحي والدنيا رمضان والكل قاعدة بالبيت قررت أعملكم هالفيديو وأعطيكم شوية نصايح تتبعوها لنهاية رمضان بركي بتنحفو وبجانة العيد بتيجي عليكم مع أنه بزن رح نعيد بالبيت والحساسية اللي بتطعلك بجهك قبل العيد بيوم هلأ معدي كتير بتفرق معك مساء الخير معكم رادار واليوم رح نحكي عن الأكل الصحي أول شي بدنا ننتبه على الحركة قبل الفطور بساعتين أو ساعة بيكون وقت كتير ممتاز لحرق الدهون يعني ممكن بهالفترة نعمل أي تمارين هوائي لمدة نص ساعة أو 45 دقيقة مثل المشي أو نط الحبل أو الرجد وفينا بس نمشي بالبيت عادة ممكن تساعد مرتك بالمطبخ هي بتكون أحسن رياضة طبعا التكنولوجيا ساهلة علينا كتير أمور فممكن أنه تحمل أي تطبيق على موبايلك ويحسب لك هذا الخطواتك وتحاول توصل للعشر تالاف خطوة باليوم بتكون هيك حققت الحرق المطلوب للدهون والأفضل هو أنك أصلا ما تخلي هي دهون تصير وكيف هذا الشي هو أنك تنتبه شو عم تاكل لأنه أكتر شي بزيد الوزن برمضان هن المقالي مثل السنبوسة وكمان ما ننسى الحلويات اللي ما راح أعطأ إيه أمسي لعنهم مشان ما أجرح مشاعرك عزيزي المشاهد وقبل ما أقولك كيف تخسر وزن برمضان خليني أشكر أخصائيات التغذية سارة اللي فاتتنا بكل هاي المعلومات لحتى تخفف من وزنك أول شي على فطور تبلش بكاسة مي وحب التمر وتقوم تصلي المغرب وبعدها ترجع تمسح الطاولة إذا بدك لا أم أمزح معك بعدها بتبلش بالشربة مع حبي أو تنتين سنبوسة مشوية بالفرن مع سلطة وبعدها من انتقل للوجب الرئيسي ومنركز على مصادر البروتين مثل الدجاج للحوم أو الأسماك وبالنسبة للمشروبات يفضل العصائر الفرش أو لبن العيران ونفتعد تماماً على الفيمتو والعصائر الجاهزة طبعاً أنا حداً كتير نازيك وبعد الماء والتمر والشوربة بيبطل عند مكان لباقي الأكل بس اللي قدران يكمل يكمل ما في أي مشكلة بالنسبة للحلويات أكيد ما رح نستغني عنا برمضان بس يفضل تكون ثلاث مرات بالأسبوع وكمية الحلويات تكون بمقدار ثلاثة أصابع مثل حبة قطايف أو خمس حبات من العوامل ومنيجي للسحور ليك يا طن، والله مكان لي لازم أكون للتعب ده مكفية أنت تعبت معانا يوم الدفن هول منركز على منتجات الألبان والأجبان لأنها بتشبه على فترات طويلة ممكن ناخد سندويش للجبنة قليلة الملح أو لبني أو ممكن بيض مثل ما نعم بيض عليك أنا هلا مع نوع من الخضار مثل البندورة بتقلل من العطش وهم الشي يكون بسحور حبة فواكي مثلا دفاحة أو أي نوع من الفواكي وبالأخير ما هننسى شرب المي خلال فترة الأفطار بمعدل كاسي لكاستين مي كل ساعة يعني ما تخلي شرب المي بس وقت الصحور لأنه جسمك ما رح يخزنه فحركات الجمال هاي بلاها لأنه جسمك ما رح يستفيد من كل هاي المي وبعد ساعة زمان من الإمساك جسمك رح يتخلص من كل المي اللي شردته وآخر نقطة لحتى تنحاف لازم تعمل شير للفيديو وإذا ما عملت فاعلم أنه البرات منعك ولالتانين الجاي بشوفكن عخير